اشتركوا في القناة فعندما يستعصي انقاذ المجتمع المنقذ بإمكان أن يعتزل هذا المجتمع لفترة من الزمن كما فعل إبراهيم عليه السلام وأعتزلكم وما تدعون من دون الله إلى أن يجي اليوم اللي أقدر أهديكم بي أعتزلكم أغيب عنكم هكذا إمام زماني ليش غاب لهذا السبب المجتمع لما يستعصي على الهادي هدايته على الهادي المجعول من قبل الله كما بينا في أول حلقات هدايته بإمكانه أن يعتزلهم لفترة من الزمن لعل مرور الزمان يغير من أنفسهم ويقبلون الهداية فيرجع إليهم ويظهر لهم من بعد غيبته ويهديهم يونس وغيبة يونس وهجرة يونس سواء كان ترك لقومه أو غيبته في بطن الحوت كغيبة يوسف في غيابة الجب وفي غياه بالسجن رسول الله وهجرته وغيبته صلى الله عليه وآله عن مكة وغيبته في غال حراء وما شاكل ذلك علي عليه السلام وهجرته وتركه للمدينة وغيابه عن المدينة في خلافته لما سلم الخلافة ونقلها إلى الكوفة الحسين عليه السلام وتركه لمكة بعدها تبقى أكو معلومة أريد أقولها جدا مهمة إخواني وأخوات المؤمنات لا مانع من طول المدة لإقامة المشروع الإلهي حتى وإن أخذت وقتا طويلة يعني الإمام المهدي صار لألف وكذا سنة لا مانع من ذلك لا مانع من طول المدة لإقامة العدل وإقامة حكم الإسلام حكم الله تعالى في الأرض فنوح كمثال قرآني كشاهد قرآني نوح من بعد عشرة قرون يعني ألف سنة من التبليغ الدائم ليلا ونهارا كما هو عبر أنه مضمون الآية أنه دعوتهم ليلا ونهارا من بعد ألف سنة أثمرت أثمرت دعوة نوح وزرع نوح عليه السلام من بعد ألف سنة فليكن الأمر مع الإمام المهدي وين لشكال في الموضوع نوح من بعد ألف سنة أثمر زرعه وأثمرت دعوته ألف سنة وهكذا الإمام عليه السلام بعد ألف سنة ألفين سنة ألفون السنة وهكذا طبعا بقية الأنبياء مو فقط النبي نوح عليه السلام هكذا بقية الأنبياء عليه السلام بقية الأنبياء مو بهذه السهولة جاءوا بالناس إلى دين الله تبارك وتعالى بصعوبة عذبوا قتلوا أهينوا استهزئ به اتهموا اتهموا بالجنون اتهموا بأمور هم أبعد ما يكونون عنها شعراء كهنم جنون غير ذلك أصحاب سحر غير ذلك غير ذلك غير ذلك ومع ذلك بقوا يجارون أقوامهم ويكونون مع أقوامهم حتى جاءوا ببعضهم في نهاية المطاف ومن بعد مدة طويلة إلى الصراط المستقيم إلى الطريق القويم وهكذا فليكن مع الإمام المهدي عليه السلام وين اللي خصوصا إذا كان الناس من أصحاب العناد واللجاج والجهل كما هو الحال في زماننا مع الأسر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة